اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان اتواجد في ميدان ربع العدوية منذ قبل مغرب يوم 7 يوليو حينما نزلنا من السيارة وتوجهنا الى ميدان ربع العدوية استقبلتنا سماء المكان بفريق الالعاب الجوية من القوات الجوية من نصور مصر يرسمون هلالا بالالوان في سماء المكان هم فعلوه سابقا مع ميدان التحرير ولكن ميدان التحرير ضربوا التحرير العسكرية لمن هم في ميدان التحرير اما في ربع العدوية فكانه ما هو معروف النقطة السيارية شاءت اقدر ايضا واقول شاهدا انني لم انا طوال هذه الليلة عن اطلاق ولم اسمع رصاصة واحدة اطلقت حتى الفجر النقطة الهامة جدا انني شاهدت وليست هذه المرة التي اذهب الى ميدان كان الزحام في المنطقة التربعة العدوية زحام لا تستطيع ان تتحرك معه الشيء الطبيعي لمن يريد هجوم من الناس ان يتحرك في وسط هذه الجموع اللي ياخد قوة انا اقتصد اللي بعد كده انني لم نسمع اسمع طلقات رصاص اطلاقا الا بعد صلاة الفجر حد يقول قائل اه يعني ايه ده المسألة ما كانوش بيصلم الصلاة تتم في الميدان في ميدانة معدوية على مرحلتين اللي موجودين في الساحة ثم اللي موجودين في المسجد ويختلف التوقيت ربما دقيقة او دقيقتين اللي موجودين فيه ميدان دار على الحرس الجمهوري واقرر هذا ما قرر الحرس الجمهوري وانا ما يظهر الحرس الجمهوري احنا كان قد اطمئلتين فطرنا فيه الرمضان اللي قابل اللي فات بس دي بقى دي بقى واضحة الطلقات سمعناها بإذنها طلقات الفصحي والمعروفين الجالسين دون منهم من خدم قوات المسلحة بعد صلاة الفجر بما لا يزيد عن دقيقتين وهو ما يؤكده ما حدث والشهادات المتواترة حيث كنت موجودا بجوار المستشفى الميداني اللي موجودة في رمع الأدوية النقطة الثالثة أنني أعلن هنا وهذا ما قلت من نقيب الأطباء الأطباء ليسوا أمناء مشرحة لن ننتظر أن نستقبل جثث ولن نستقبل مصابين وإن كان هذا واجب المشرحة والتلاجات واجب الأطباء في المصابين لكن نريد أن نحق الدماء وهنا أقول بوضوح شديد لقد اجتمع 13 نقابات مهنية الأربع نقابات اللي هي ونسيلوا اتحاد نقابات المهنة الطبية ونقابات العلميين والمهندسين والزراعيين والمعلمين في النقابة المعلمين يوم 3 يوليو وبع وفي الساعة الثانية مساء بالضبط أرسلنا مبادرة واضحة من خمس نقاب أرسلناها إلى الآتي مؤسس الرئاسة التي قابلتها ومؤسس القوات المسلحة التي كان الرجل الساعة أو حدوشة من الليل بالاستيلاء على الرئيس والانقلاب وبعا أرسلنا لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطير وأرسلنا إلى نيافة الأنبة سوحاليا من؟ تدرس اللي هو رئيس الكرازة المركزية تمام؟ وقلنا زي ما قلنا أنه كان الرد فيها اللي هو الرد بتاع البيانة المبادرة ويدها مرة أخرى وهي مبادرة معتادلة وليست كما يشاع من البعض أن هذه النقابات نقابات حكم الرئيس محمد مرس يعني نقابات مهنية مختاربة منتخبة ربما قبل انتخاب الدكتور محمد نورسي نفسه المبادرة كانت مكونة خمس لقات وأقولها مرة أخرى حقنا للإجدماء واحد أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية للمرحلة الانتقالية اتنين أن يتم انتخابات مجلس نواب الشع لأن هيسة مطلوبا منك يا أخ عبد الفتاح سيسي أن تعمل انقلاب متبتعا بشرعية هذا الشارع الذي قابل من انقلاب بسقوات المسلحة وأنه مسيسي فقط اتنين تلاتة أن يتم لجنة لتعديل تقديم تعديلات للدستور لجنة للمصالحة أن يقوم الرئيس نفسه الرئيس محمد مرسي بعمل انتخابات رئاسية ببكرة يامت بعد انتخابات المجلس النواب إذا كان هناك منحل وعلى فكرة ما احترامي لنقاب أطباء نقاب أطباء أو البيطريين أو جميع نقابات لها دور وطني ولا سلاة دور سياسي بمعنى أننا حقا أن نقول أننا معها الشرعية ويجب أن يعود الدكتور محمد مرسي إلى موقعه يرقاه الدكتور محمد مرسي وانقلب على القائد الأعلى لقوات المسلحة وعلى فكرة هذا ليس انقلابا من قوات المسلحة قوات المسلحة كانت 20 يون وكان يجيش كله قايم إنما يجيش كله ما أمشي ولكنه القائد العام لقوات المسلحة فقط أن يعيده وأن يتم انتخابات برلمانية مبكرة ولا يجب أن يدخل رمضان علينا ونحن في هذا الجو وأن يصل إلى فتنة فتنة شديدة جدا في هذا البلد إلا إذا كنا ننفذ أجندة أمريكية أو أجندة يهودية شكرا